في دائرة المفرغة تدور طائرة المبعوث الأممي إلى اليمان مارتين غريفيث بين مقر مكتبه في العاصمة الأردنية عمان وبين العاصمة السعودية الرياض والعاصمة اليمنية صنعاء حيث يتباحث مع مسؤولي ميليشيات الحوثي بصورة شبه أسبوعية بحثا عن منفذ تفاوضي يحقق من خلاله اختراقا في جدار الجمود الذي يلف اتفاق ستوك هولن ويعرقل أي خطوة لتنفيذ بنوده في مدينة الحديدة ومينائها زيارة غريفيث إلى صنعاء التي تستغرق ما يزيد عن 48 ساعة أسبوعيا تنتهي في الغالب من دون أن يخرج المبعوث الأممي بنتائج مثمرة تطبق على أرض الواقع فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي ما يتحقق على الأرض منه أي شيء باستثناء بوقف إطلاق النار في الحديدة الذي لا يزال صامدا على الرغم من الخلقات والاشتباكات المتكررة رفيث الذي يتحرك تحت مظلة دعم دولي كبير لسيما في بلاده بريطانيا بدأ كمن يمضي في طريق مسدود فبدلا من البدء في مفاوضات جديدة كان مقررا لها شغر كانون الثاني الماضي من أجل الاتفاق بشأن ما لم يتفق عليه في السويد باتت جهود المبعوث الأممي تتمحور حول السعي لإنقاذ اتفاق ستوك هولن الذي لم ينجح في نزع فتيل انفجار الأوضاع الذي يهدد بنسف كل الجهود في أي لحظة وبالنظر إلى سيرة الجهود الأممية لحل الأزمة في اليمن فإن غريفيث فشل في رسم صورة لنفسه كوسيط نزيه ومحايد بين طرفي الصراع ولعل ذلك ما دفع أعضاء في الوفد الحكومي الممثل للشرعية في اليمن إلى اتهام غريفيث بالانحياز إلى جانب الحوثيين على حساب مصالح الشعب اليمني وبالطبع ليس هذا أول اتهام بالانحياز يوجه للأمم المتحدة فالمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتهم من جانب الحوثيين بالانحياز إلى الجانب الحكومي ما يعني أن الأمم المتحدة فشلت حتى الآن في إقناع طرفي الصراع بحيادية مبعوثيها ما يعني أن الجهود الأممية في اليمن ربما لن يكتب لها النجاح حتى إشعار آخر